مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذه الحلقة الثالثة عشر من برنامجكم التاريخ الحقيقي للثورة المصرية 25 يناير 2011 في هذه الحلقة نتناول الانقلاب العسكري الأول على الرئيس مرسي في أغسطس 2012 وهذا الانقلاب فشل كان يقوده المجلس العسكري والرئيس مرسي قام بانقلاب مضاد عليه وأعين السيسي وزيرا للدفاع الذي جرى أن الرئيس مرسي كما ذكرنا كان البلد لها رئيسين رئيس الجمهورية المنتخب اللي هو محمد مرسي والرئيس الفعلي للبلاد اللي هو المجلس العسكري اللي هو بموجب العلاد الدستوري من حقه الاشراف على الجيش والخزانة المالية وإصدار القوانين والتشرعات فيعتبر الرئيس مرسي لم يبقى له إلا أن يكون حكومته لا تعد أن تكون بحكم الواقع سوى سكرتاريا للمجلس العسكري فواضح أن الرئيس مرسي لم يلتزم بالإعلان الدستوري المكمل وأنه بدأ يمارس صلاحياته وسلطاته قرئيس للبلاد فعلا حتى فجئنا في شهر أغسطس 2012 خلال شهر رمضان بحادث غريب جدا أريد أن يكون هو الشعلة التي تؤدي للانقلاب العسكري حيث قامت أربع سيارات دفع رباعي تقريبا مجهولة الهوية بالهجوم على كمين للقوات المسلحة في مدينة رفح الملاصقة لحدود فلسطين المحتلة وقتلت 16 جنديا في نهار رمضان وال16 جندي كلهم كانوا سايبين الخدمة والمراقبة وقاعدين يكلوا يعني ألف بقى عسكرية ما فيش أي شيء ما فيش العجيب في الأمر أن الأربع سيارات هذه في بعضها هرب وبعض المنفذين أخذ مركبة عسكرية ناقلة جند وركب فيها ثم اتجه إلى حدود فلسطين المحتلقين الصغيون فطلعت إسرائيل طيارة إسرائيلية قصفت هذه ناقلة الجند ويعني أشعلت النار فيها أو حطمتها وتم إخراج جثمان اثنين من المنفذين لهذا الهجوم ووضع الجثمانين في مستشفى العريش العجيب أن وسائل الإعلام نشرت فيديو لهم للجثمانين وهم شخصين ملامحهم وظاهرة جدا سليمة خالص ما فيش أي حاجة فالعجيب في الأمر أن المخابرات الحربية لم تسعى أبدا حتى يومنا هذا إلى نشر صورهم بشكل واضح أو منشدة المواطنين بالإبلاغ عن من وإن كانوا من فلسطين ولا من أي مكان ولا كده أبدا وكنموذج لهذا الوضع الغريب أنا قصح فيه لما عملت في عهد مبارك كنت مسؤول عن نائب العام والقضاء كانت تحدث تفجيرات في عهد مبارك في عام 2004 حصل تفجير في الأزهر وتفجير في ميدان التحرير ميدان عبنان عمرياض لدرجة أنه تفجير كان فيه شاب اسمه حسن بشندي وفجر نفسه في سياح في الأزهر عند الجامع الأزهر وكان وجهه مشوه جدا يتبقى يعني أجزاء من الجلد لكن الجنجوان نفسها انفجرت أو شيء من هذا القبيل فوزارة الداخلية جابت بتوع التجميل وأعادت تركيب الوج ثم تعرفوا عليه وقالوا اسمه فلان ودي صورته وجابوا كل حاجة وبعد ذلك جارت تفجير في ميدان عبنان عمرياض اللي هو ملاصق لميدان التحرير وأنا كنت بالصدفة بمر من هناك ورئيس التحرير إلحق انت فين كان يوم أجازة وارجحت وتلغت المهم يعني تلغت الأجازة فقال لي ده فين انفجار يعني قريب منك فأنا كان بينه وبينه ما يقرب من 20 متر فوصلت لقيت الجثمان الشاب اللي كان فجر نفسه هذا وكان دماغه دي زي البطخة وبعدين راحوا ضباط المباحث أو المخابرات أو المعمل الجنائية مكان أمامي لأننا دخلت وكنت مش راب مارك مامي فأقولوا انت رايح فين ودتلهم مباحث ودخلت وانفقرني بقى كل مباحث أمن الدول وتفقرك مباحث جنائية والمباحث الجنائية وتفقرك مخابرات وها كده يعني حديش بقول لحد فين كرنيك فدخلت المكان وقفت معاهم وعين الجثة وكل حاجة كأن من ضباط المباحث فراحوا جابوا الجلد وجامعوه وجابوا الصور بتاع المشتبه بهم أو اللي بيبحث وقالوا هذا فلان حتى أنا ملت الخبر وكانت صحيفة الصحيفة الوحيدة التي نشرت اسم هذا المنفذ الهجوم يعني يعني بريك في حوادث أقل أهمية لكن في هذه الحادثة حتى يومنا هذا وبعد خلع الرئيس مرسو وبعد أن السيسي عمل الانقلاب العسكري هو اللي بيحكم البلد حتى اليوم لم ينشر صور لهؤلاء المنفذين أنا أعتقادي أنهم قد يكونون من مخابرات محمد دحلان بتاع حركة فتحة وجاءوا إلى مصر لتنفيذ هذا الهجوم وقتل الجنون هم يعودون ويفرون إلى الكيان الصغيوني لأنه واضح لو أن هؤلاء من حركة المقاومة الإسلامية حماس أو من الجهاد أو من تنظيم أو من أولاية سيناء أو كان اسمها في ذلك حركة جهادية إسلامية في النهاية لم يكونوا أبداً ليذهبوا للكيان الصغيون إنما دراحة يستخبع عنده وبعد ذلك إسرائيل طلع ضربتهم بالطيارة يعني بتخلص عليهم بحيث بلها يكون لهم أثر ويموتون أو معهم إيه سرهم لأنه جارت تكتم لإسرائيل حاب بتعرف من اللي يهجب حدودها خالص ولا بحثت ولا أسألة ولا المخابرات الحربية بقيادة السيسي في ذلك الوقت ولا أحد المهم في اليوم التالي عند دافن جفامين الجنود المقتولين في الحادث كان هناك جنازة لهم من مسجد الرجدان وده مسجد طبع القوات المسلحة تشيع منه الجنازات العسكرية في الغالب وكان المفروض أن الرئيس مرسي يصل فلم يشارك قالوا فيه فوضى وترامب ممكن تدقتل أو يحصل أي شيء فلم يشارك الذي ذهب معنى رئيس الوزراء هشام قنديل فقامت هناك بلطغية ذهبوا والبلطغية يتبعون المخابرات أعتقد المخابرات الحربية وأسأقول لماذا وقاموا بضار برئيس الوزراء هشام قنديل بالجزم في ذلك الوقت فجئنا بكل القنوات التلفزيونية التي كانت تدار من المخابرات الحربية في ذلك الوقت بالهجوم على الرئيس مرسي وأنه ما فيه فوضى في البلد وفيه كذا وأين دباء الشهداء وإنت المسؤول وإنت مش قادر تحمل جنودنا يا مرسي ورح أقعد في بيتكو وتحريض ضخم جدا فتبين أن هناك مقلاب عسكري سيجري لخالع الرئيس مرسي فالرئيس مرسي اتخذ في أول يوم قرارات قوية جدا منها إقالة رئيس المخابرات كان اسمه اللوح حسن موافي وأقال قائد الحرس الجمهوري المسؤول عن تأمين الجنازة وأقال قائد الشرطة العسكرية في أول يوم ووضح برضه أن يحصل انقلاب أو شيء من هذا القبيل هنا فجئنا أن الرئيس مرسي جاب الفريق سامع عنه رئيس أركان حرب قوات المسلحة وقرر أن يعينه وزيرا للدفاع لأنه يعني واضح أنه كان مشتاق لهذا المنصب السيسي كان يراقب هذا الكلام فأوعز لصديقه الدكتور محمد سلم العوى الذي كان يبدو أنه مفكر إسلامي وطبعا السيسي كان مدير مقابرات حربية فبيرائب الهواتف والتليفونات وعنده طبعا اللي هو ده ممسك مع الرأسة الفلانية واللي هو ده ماشي مع كده واللي هو ده هرب مخدرات من المكان فلاني واللي هو ده بيتجر في الهروين والمخدرات وهكذا يعني بصفة مخابرات حربية عنده مصارين البلد عنده الأمور السرية فذهب الدكتور محمد سلم العوى للرئيس مرسي وقال له الله أنت بلغان أنك تعين سامع عنان وزيرا للدفاع ورجل ضع حرام وعليه فساد وهذا من هذا القبيل فقال له هناك رجل ينتمي للمشروع الإسلامي هو اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية الرئيس مرسي خالق الشريف مسؤول التربية في الإخوان المسلمين زوجته قريبة لزوجة السيسي ويقال أنهم أسهار نسايب فيه صلة قرابة ما بين زوجة عبد الخالق الشريف وبين زوجة السيسي انتصار السيسي وهو يعرف كل حاجة عن السيسي وأنا أناشد الشيخ عبد الخالق الشريف ولقناة على اليوتيوب يطلع يقول ليه حلقته بالسيسي ولا جابه إزاي ولا إيه ما الذي يجرب ندي مسألة تهم التاريخ وحتى اليوم نحن لا نعرف من أم السيسي أم السيسي مولود في حرط اليهود ولكن أين عائلة أم ناس بتقول أمه يهودية ناس بتقول أمه مش يهودية أين مقابر أم التي دفنت فيها لأنه حتى لما ماتت أم السيسي لا توجد صورة واحدة للجنازة ولا للعزاء ولم يتقبل فيها العزاء حتى ولم يسمح بنشر تعازف أي صحيفة خالص أعجب ما يكون حتى عائلتها لو هي من قرية لو من حي شعبي لو كذا مفروض عائلتها بتقيم لها مثلا عزاء جيرانها يكتبوا على الفيسبوك أي حاجة نمى كأن هذه المرأة مقطوعة من شجرة بلا أب ولا أم ولا شيء حاجة عجيبة جدا يعني فعبدالخالق الشريف يعرف وقيادي إخوانه وحتى اليوم لم يخرج ولم يتحدث هذا الأمر وأنا أطالبه لأننا لابد أن نعرف هذه الحقيقة للتاريخ قلنا الحقيقة سجل إبا عندنا وقيقة مشجلة بالصوت والصورة لهذه الواقع لأنه لعب دور كبير جدا في التدليس أو الخداع أو أنه كان مخدوع الله أعلم بأمره لكنه منذ هو الآن يعيش في تركيا لا يتحدث في هذه المسألة نهائيا ولا يعارض السيسي أبدا يعني لم يعارض السيسي بكلمة هناك صندوق أسود آخر داخل إخوان المسلمين ليس هذا وقته ولس متخصصا فيه فإلا لي جارة أنه الرئيس مرسي قرر بالفعل أنه يعاني السيسي وزيرا ليه الدفاع فأتى بالمشير طنطاوي والرئيس مرسي أتى بالمشير طنطاوي والفريق سامع أنه ينقش معهم بعض الأمور خاصة في مزلق القوات المسلحة وجعلهم يكتمعان به هم أحضر السيسي في نفس التوقيت في الغرفة المجاورة هم أبلغهما بأنه قرر عزلهما وحبسهم في القصر أو تركهم في المكان يعني في القصر الجمهوري لا يخرجها وحلف السيسي اليابين وتم إذاعة البيان في التلفزيون الحكومي الرسمي وأضيع بإلغاء الإعلان الدستور المكمل وإعلان دستور آخر أن الرئيس مرسي هو الذي سيكون معه السلطة التشريعية ويستعدكم لأصبح الرئيس مرسي هو الرئيس الحقيقي للبلاد السؤال هنا لماذا لم يتحرك العسكر ضد الرئيس مرسي يعني لماذا لم يقوم بانقلاب عسكري وهو كان وحيدا في رئيس الجمهورية في ذلك الوقت لسببه خوفا من رد الفعل الشعبي لأنه كان الإخوان بدأوا يقومون بحاجة مظاهرات والشعب لم يكن يتقبل هذا لأنه في الفترة الانتقالية للمجلس العسكري حكم فيها كل الإعلام بما فيه الإعلام العلماني والشيوع الممول من المخابرات الأجنبية وفي الخارج وكذا يسقط حكم العسكر ويسقط المجلس العسكري والمجلس العسكري قاتل ودموي ومستبد وكذا فأصبحت سمعته سيئة لا يستطيع العلمانيون حتى الدفاع عنه لأنهم هم بأنفسهم هجموه هم هجموه مش عشان الدماء هم هجموه كي يسقط المجلس العسكري والحكم يقع في يد العلمانيين فسقط المجلس العسكري والحكم سقط في يد الإسلاميين دي خطورة دي اللي هي المسألة هذه المسألة الأولى والمجلس العسكري ده أصلا الناس عند ده سعين سنة وعجزت وخلاص بتموت حليل من عندي أنه الأمريكان وإسرائيل هم الذين لم يصدروا تعليمات لقادة الفرق العسكرية في الجيش المصر أو العسكر للانقياب بانقلاب عسكري والسبب في ذلك أنه أصلا الذي يعين وزيرا للدفاع هو رجل إسرائيل وأمريكا عبد الفتاح السيسي اللي هو مجرد من الخبرات الأمريكية والمساد الإسرائيلي من فترة طولة جدا فبالتالي إذا كان المشير تنطوب المجلس العسكري بتاع أمريكا ورحل ورزيها في الستين دهية فخط جاء رجل أمريكا الجديد من الخبل واللي حصل في ذلك الوقت أنه لجاني الإعلام في الإخوان المسلمين أرادت أن تروج للسيسي أنه وزير بنكهة طورة أو بطعم الطورة وأنه وزير شاب وكان السيسي يعمل تدريبات عسكرية يعمل إيه يجب بتاع الساقة ويطلع يجر شفتوا الجيش المصر قوي إزاي طب هي لما تيجي طيارة أمريكا تجم علينا ولا قم بلا نواية تتريم على القاهرة السيسي يعمل لها كده مثلا أو الأمر الصناعي بيضربنا بحاجة أو بشي شايف أنا هتفيد إيه أصلا بالساقة ده ستة أمريكية قاعدة في وكالة ناسا ولا في الوزارة الدفاعية الأمريكية تبعات لك طيارة أو هي أولا مغزة لابسة شورت وتضربك بالقنابل تدمرك ما أنت قاعد السيسي ولا الساقة ولا الكلام الفاضي نواريك مدى التخلف والجهن الذي كانت تعيش فيه في مصر في ذلك الوقت أنه بينظروا أن السيسي لم يجري مع رجال الصحق كده الجيش المصر فقا قوي ومصر فقا جيش أفكار ولا أفكار المجانين والسوزة الجهن لكن هذا الذي حدث فبالتالي نستطيع ثم قام الرئيس مرسي ثم قام الرئيس مرسي بعزل 160 لواء جيش في نفس اليوم وهذه أكبر مدبحة تعرض لها العسكر منذ عهد جمال عبد الناصر أو منذ عهد عزل محمد نجيب في مارس 1954 في يوم واحد فمحمد مرسي برهن أنه رئيس قوي جدا واتضح أنه استطاع أن يستغل الحدث لنقل حسابه يعني بدل ما هم راحوا ضباروا حدثة مقتل 16 جندي في رفعه بحيثوا يجدون ذريعة لانقلابهم فهو جعل من هذه الحادثة زريعة لانقلابه عليهم وأطاح بهم بكل سهولة هنا كان الرئيس مرسي يمكنه أن يتخذ إجراءات ثورية أخرى وكان الجميع مرعوبين من الرئيس مرسي في ذلك الوقت لأنه برهن أنه قوي جدا وكأصبح شخصية مخيفة للفلول وهؤلاء ولكن هتلعب المخابرات لعبة جديدة وتدخل فيه الانقلاب الثاني الذي جرى قيادته من نذكر في الحلقة المقبلة أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قضحت وأرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر ومن يرغب في التواصل معي رابط صفحات على الفيس بوك وتوطر أسفل الفيديو وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وملكاته ترجمة نانسي قنقر